في الوقت الذي يسرع المصرف الفيدرالي الأمريكي الزمن لإنقاذ البنوك التي بدأت تنهار بفعل دومينو إنهيار بنكي ستيغون فالي وكريدي سويس وسين تيتشار في واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية التي بدأت أصداؤها تسمع في اقتصادات أوروبا الغربية يلتق الرئيس الصيني شي جينبينغ بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو وهي رسالة لا يمكن تجاوز الوقوف عند توقيتها بعد مذكرة التوقيف الصادرة بحق المضيف من المحكمة الجنائية الدولية أمريكا والغرب اللذان يوزعان العقوبات على كل من الصين وروسيا كما توزع الحلوى في الأعياد باتا يكتويان بالنار التي اضطهت تلك الحلوى في ظل غضب شعبي متنام للدعم السخي لأوكرانيا على حساب الشعوب التي تأخذ ضرائبها لدعم كييف في حرب وكالة يشعر بفداحة ثمنها المواطن الغربي ربما أكثر من الأوكراني الصين ذلك التنين القادم من أقصى شرق العالم يتخذ خطوة أوسعة نحو مزاحمة العمسان في قيادة العالم ليس فقط اقتصاديا كما سعى خلال الأربعين عاما الماضية بل على المستوى السياسي والعسكرية وهو ما يمكن أن يفسر تلك الزيارة التي يقوم بها شي جينبينغ لمقابلة الرئيس الروسي الذي يحلم بإعادة مجد قياصرة بلاده ملفات مشتركة ومتقاطعة تجمع البلدين الكبيرين يتفقان في كثير منها بعد أن أزالا عوائق المذاهب الإديولوجية لصالح نهضة جديدة لإمبراطوريات آن لها أن تتبوأ مكانتها من جديد وفي المقابل تأبل الإمبراطورية الأمريكية أن يعانق الأفول شمسها فتعقد تحالفات من شأنها أن توقف ذلك الزحف الشرقي نحو قيادة العالم ترسيخا لعلاقة تاريخية وقع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين في إطار مشروع الحزام والطريق الذي يعد أداة الصين الناعمة لاختراق نفوذ الغرب في العالم وهو ما يحلو بالنتيجة لروسيا وتشارك فيه وعلى المستوى السياسي والعسكري فلعل مقترح الصين لإنهاء الأزمة الأوكرانية وفق تسوية سياسية للنزاع يدعم روسيا التي ترى في الغرب عاملا مؤججا لحرب تغوص قدماها فيها ولا تتحمل المزيد في المسير في قرار لم تحسب حساباته على النحو الصحيح زيارة شيجينبينغ لموسكو والتي تصفها الصحف الصينية والروسية على حد سواء بالتاريخية سيكون لها آثارها على ذلك التاريخ فيما لو أتت الرياح بما تشتهي سفن موسكو موسيقى موسيقى